وصلنا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم وعالم السينما يعتبر فن السينما وسيلة فنية قوية للتعبير عن القصص والأفكار والمشاعر والرؤية الفنية بيتم استخدام العديد من العناصر مثل الإضاءة الموسيقى والتصميم الفني والأداء الجماعي للممثلين لخلق تجربة سينمائية أكيد يا ليلة ودائما نحن عم نعرف أنه الفن هو رسالة ممكن نقدر نوصل من خلالها كثير مسجات للناس إن كان إنسانيا إن كان ثقافيا إن كان حتى بأي شيء نحبه بحياتنا والسينما اليوم إلى واقع خاص وكل حدا فينا إله ذكريات يعني ضمن السينما اليوم شفنا شوية ابتعاد الجمهور عن السينما هذا الشي حيخبرنا عنه ضيفنا وهي الأسباب ليش اليوم رح نحكي عن واقع السينما السورية أهم أهمية المشاركات الدولية للأفلام السورية وشو هي أهم الدعم اللي هي بحاجة اليوم حتى ترتقي دوليا خلينا نرحب بضيفنا لليوم وهو المخرج والكاتب وليد أحمد دروي شاية صباحك أستاذ وليد صباح بخير كيفك اليوم؟ تمام أهلا وسهلا فيك أستاذ صباحك أهلا وسهلا فيك بداية أستاذ وليد خلينا نحكي عن من خلال تجاربك السينماية خلينا نحكي عن أهم أساسيات هذا الفن إن كان مهارات فنية أو تقنيات متنوعة مرة ثانية صباح الخير لكم أستاذ المشاهدين اليوم نحن نحكي عن فن بيقدر يوصل دائما حضارة البلد اللي هو عم يطلع منه منشأ هاي البلد تاريخ البلد فمعلك اليوم عم نحكي نحن عن سوريا دائما بنقول نحن سوريا هي مو بس التاريخ والحضارة والآثار والثقافة أم أن أرموا بس عل eterna في سوريا نحكي هي أول من من بدايات الدول اللي صنعت أفلام سينما كان عندها إنتاجات سينمائية نحن نحن نحكي عن eh 1997 حرفيا نحن نحن أول فيلم المتهم البريء فأنتي اليوم هي الإمكانيات اللي بسألة علنا ghosts هي أساسا عم تحكي عنه outsider.. مو مول cens으면 نحن نتحدث عن العامل الفني البشري نحن العامل الفني البشري هو موجود والدري على ذلك أنه كثير من هذون الناس بيطلعوا بيشاركوا بمهرجانات بأعمال مشتركة بره ودائما اللحظة أنت العامل الفني السينمائي البشري الموجود دائما هو بيكون سبب رئيسي في نجاح أي عمل خارج سوريا اليوم نحن نتحدث عن التطور في إمكانية فن الإضاءة اليوم سوريا عند مدراء إضاءة هنه يعتبروا من الأوائل على مستوى الوطن العربي حتى عم تحكي بموضوع الموسيقى اليوم صار عندنا أسماء تعمل أو بتشتغل موسيقى تصويرية يعني وصلنا من فترة أسبوعين كنت عم شوف أنه في كثير من الأسماء السورية حاصلة على الجوائز بمهرجانات دولية بما يتعلق في الموسيقى التصويرية فلهيك عمل لك دائما إذا بدنا نتحدث عن الإمكانيات والأدوات أدوات هي موجودة متوفرة لكن اليوم بتعرف أنت نحن مرأنا بـ 13 سنة من حرب يعني قدرت أنه ليس بس تدمر حجر وبشر دمرت حتى صالات العرض بدنا تحتية للسينمايات طيب اليوم أستاذ وليس كونك ذكرت الإمكانيات نحن ما فينا ما نتعرف أنه نحن عمنا إمكانيات جدا جميلة وطاقات شبابية حاجر كثير من دعمها قصة لحالة من دسردة يعني ولكن كونه عم نحكي عن الواقع السينمائي بعيدا عن التأثير الفني الضوئي إلى آخره اليوم خلينا نروح إنتاجيا وهو العام الأساسي بإنتاج أفلام سينمائية اليوم شو تأثيره على الواقع السوري ما بين العام والخاص اليوم دائما عندكم شوية استفاهم بكرماء الخاص يعني طبعا هلا هو بكل صراحة اليوم نحن عم نحكي أول شي نعرف المدرسة السينمائية السورية المدرسة السينمائية السورية هي مدرسة واقع مدرسة إنسان نحن لا نشتغل أفلام خيال نحن دائما نشتغل من واقعنا من مجتمعنا لاحظي أنت من وقت ما تأسست السينما السورية لليوم هي عندها مدرسة خاصة دائما بتروح باتجاه المجتمع باتجاه اقتباسات من الروايات الأدبية مشكلتنا نحن قبل التسعين كان في عنا أو بالتسعينات كان في عنا شركات إنتاج خاصة تقدر كانت عم تغامر طبعا هي مغامرة لطيفة مغامرة جميلة كانت عم تغامر وتعمل أفلام سينما قطع خاص ليش كانت عم تعمل أفلام سينما اليوم الفيلم السينمائي إذا من باع للخارج أو كان في عنده عروض خارجية نحن كان في عنا دور عرض دور سينما كانت تعرض يعني في ديمشق اليوم في أكثر من 15 دار سينما كانت خلينا نسمي لك يا قطع خاص لكن للأسف اليوم فكرة تشاشر صغيرة التلفزيون اليوم عم تحكي على السوشيال ميديا وبرجع أقول لك يعني كان لهم تأثير سلبي براجع الإنتاج لأفلام سينما طبعا اليوم لأي فيلم بدك تقدر تشوفي من أي منصة صحيح بأي منصة بتفتحها لأي منصة بتشوفي الفيلم هذا الجمهور يعني هو هاي الفكرة اليوم اللي بيقول أنه ما في بسوريا جمهور سينما بيكون غلطان أصلا الجمهور السوري نحن وقت مكون عم نصور فيلم سينما حتى جماعة الدراما بيحكوا نفس الحديث يعني وقت مصور فيلم سينما أول شغلة بيمفكر فيها كيف بدنا نبتعد عن آراء الجمهور عن تعليقات الجمهور السلبية كيف بدنا نرضي هذا الجمهور لأن الجمهور هو مسقف سينمايا قد مبتتصوري يعني بيحضر الفيلم بيقعد بيشرح لك تفاصيل الفيلم الفنية وعم بيحكي بيقسطو لهم كذا فعنده أمكانيات هلأ كان فيه مبادرات من سنتين أو ثلاثة أنه فيه شركات خاصة حاولت تعمل أفلام سينما بس ما لها الدعم هاي الشركات الخاصة فلهيك راحت بأفلام أنه أفلامها خسرت ما قدرت تجيب مردود بس اليوم نحكي بكل صراحة نحن في عنا اليوم وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما هي مؤسسة تصدت لأنه تكون المنتج الرئيسي لأفلام السينما وهي فاتحة باب التشاركية مو من جديد من زمان فالمؤسسة العامة للسينما اليوم هي عم تقدم اللي عم تقدر تقدم عليه ضمن الإمكانيات واللي عم تتاح لهذه المؤسسة اليوم فيه كتير مواهب شابة عنا بالبلد أنا والله بطلع لبره بشوفهم بالمهرجانات أنه ما في مهرجان سوريا ما أنا موجودة فيه ما في مهرجان سوريا ما أنا موجودة فيه حتى لو مجرد أنه هي شاركة إن كان بموسيقى يعني هلأ اليوم بمصر عندك عندك ثلاثة أربع مهرجانات الثلاثة أربع مهرجانات مسيطرين عليهم الفنيين والفنانين السوري حلو حتى اليوم سوريا بجوز ما أنا بحاجة إلى تكريم وجوائز بمجرد المشاركة يعني تماما تماما أنت عم تحكي عن مشاركة اليوم هي فكرة الجائزة أنت بحد ذاتك وقت فيلمك يتأهل لأنه يكون ضمن العروض النهائية بحد ذاتها هي جائزة يعني عم تحكي عن فيلم تم إنتاجه بظروف صعبة بإمكانيات جدا محدودة مقابل ألف وخمسمائة فيلم من كل أنحاء دول العالم أقل فيلم كلفته هل أد يعني يمكن أجار كاميرا من الكاميرات اللي يستخدموها برا هي بتساوي نص ميزانية فيلم عنها باليوم أنا أحكي عرفتي فبالتالي اليوم تشوفي فيلمك يطلع للمنافسة بنافس عشرين فيلم نحنا تخطينا مرحلة تخطينا هاي المرحلة كلها هذا على شو يعتمد ليش وصل لهاي المرحلة وصل لأنه أنت عندك إمكانيات فنية بالإخراج عندك إمكانيات فنية بالتصوير عندك إمكانيات فنية بالإضاءة وبرجح بإلك اليوم هلأ للأمانة حتى يكون واضح وصريح أنا شايف السينما اليوم بهاي بالمرحلة هاي تحديدا بسوريا رايحة باتجاه التطوير رايحة باتجاه اليوم يكون في صالات هلأ في صالات كثير عم تتجدد في دمشق لترجع تفتحنا أول جديد طيب أستاذ وليد نحكي عن الشركات الخاصة بيكون اليوم هذا الشخص هو مسؤول عن عمل معين بكل تفاصيل وحتى الأشخاص اللي بدون يشاركوا بهذا العمل باختيار الأشخاص هاي شهذا ممكن يكون إلو تأثير على العمل الفني الشركة الخاصة اليوم بده تربح نحكي بصراحة قطاع السينما بسوريا كان قطاع رابح الخاص أنا عم بحكي في الوقت كان في عنا خطة خاص اليوم الكل التجه باتجاه الدراما هي الروح السريع الروح السريع والمحتوى اللي تحدده الشركة أو القناة اللي بده تعرض السينما مو هيك السينما هي روح أنا دائما بقول السينما روح ما حدا السينما رسالة حنجد رسالة حياة ما حدا بيقدر يلعب بتفاصيلها يلعب بي أنا كليوم مهمتي الرئيسية كان مخرج أو شركة أو حتى أقل العاملين في أي فيلم هو مهمتي الرئيسية يطلع هذا الكلام المكتوب على النص على الورق يصير صورة متحركة بمشاعر بحاسيس بحياة بروح بدم عرفت هذا كل آياته الشركة الخاصة ما حتفرق معه الشركة الخاصة بتقول لك أنا بدي أربح الآن إذا عملت هذا الفيلم هأربح الربح هو الأساس طبعا القطاع العام اليوم اللي هو ممثل بالمؤسسة العامة السينما ما بيفكر بهذه الطريقة القطاع العام اليوم بفكر أنه هي مؤسسة أصلا مدعومة حكوميا وهي يمكن حالة فريدة على مستوى الوطن العربي أن يكون فيه مؤسسة ربما لا تحقق أرباح لكن مدعومة حكوميا لدعم المواهب الشابة أو المواهب الموجودة في هذا القطاع المؤسسة بتفكر كيف بدي وصل صورة المجتمع كيف بدي أحكي عن قضية أدبية كيف بدي اليوم شوفي المسابقات اللي عم تعملها المؤسسة دائما هنا هي مسابقات فكرية نصور تماما عم تكون ناجحة يعني لايك عملك اليوم إذا بدنا يرجع القطاع الخاص أولا بدي يكون فيه كتير مقومات مننا يكون عندك دور عرض ونحن يمكننا دار عرض واحدة خاصة موجودة عندنا ما تبقى كل حكومية أو مدعومة يعني كمان آآ التلك هل يجدد وتاني شغلة بدي يكون فيه دعم مطلق للقطاع الخاص بدي يكون فيه ترسيلات للقطاع الخاص حتى اليوم ما يكون فيه كلفة إنتاجية عالية وآخر شي يطلع القطاع الخاص مان وربحان لكن كان فيه كتير أفكار أنه أي حدا يقدر ينتج مسلسل بهديك الكلفة أدران يطالع من هذا المسلسل فيلمسينا ما على فكرة بس ما عنا اليوم لسه الثقافة بالشركات الخاصة أنه لازم نعمل شي من أجل المجتمع وليس قضية الربح أستاذ وليد اليوم حضرتك ذكرت أهمية المشاركات الدولية وإلا كان فيه مشاركة جميلة بفيلم براءة نحكي عن محتوى هذا الفيلم وكيف كانت أصداء الفيلم الحمد الله أنا هاي المشاركة الثالثة لفيلم براءة في مهرجان دولي يكون المشاركة الأخيرة هي حاليا في مهرجان الفيوم الدولي في مصر السابق قبل كان في المغرب وقبل كان في جمهورية العراق الحمد الله أنا عم صلط الضوء على قضية ما تهم بس السوريين هي تهم كل المجتمعات العالم عم بيحكي عن حالة إنسانية عم بيحكي عن عمالة الطفل عم بيحكي عن استخدام هذا الطفل بالشغل وهو من المفروض يكون بمدرسته وآخر شي أنا ما بروح باتجاه إنه يكون في يأس في هذا الفيلم يكون في إيجابية أنا عم بيحكي عن حلم أحد الأطفال إنه تخير حاله تارك مدرسته وعم بيشتغل وكذا فبالتالي اليوم أنا وقت بشوف كنت عم بيحكي لك من شوي وقت بشوف أنه أنا عندي فيلم نعمل بإمكانيات معينة راح نافس إيطاليا وفرنسا وهولندا وكثير من دول اللي عنده أمكانيات كبيرة وقدري تخطاها ووصل ل أنا صبت أموري من أريضا تمام ووصل فأنا بقول أنا هاي جائزتي أنا ما بلطور بعدين شبجي طلالي فأقول هاي جائزتي لأ كان في أصداء حتى في مهرجان سوس بالمغرب من بين الأفلام اللي عمل الورشة للحديث عنه كان فيلم براء وفيلم براء هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما على حاليا هو في مهرجان الفيوم إن شاء الله كمان هو كمان سينعرض إن شاء الله اليوم أو بكرة فإن شاء الله نتمنى يكون له جائزة يعني بكفين نحنا اليوم وصول طبعا لتلك كفي أنا أنا أخذ جائزتي وأنه طلع للعروض النهائية أتمنى أن يكون له شيء آخر أنه الفيلم حقيقة يستحق الفيلم أخذ جهد وتعب منه لحتى قدرنا نتعامل مع الأطفال وأنا بقول دائما أنه كانت هاي أمتع التجارب إلي أنه أنا قدرت أتعامل مع الأطفال وقدرت طالع منه شيء معين لذلك عمقول اليوم وين ما رحتي بأي مهرجة مستحيل ما تلاقي مشاركة سورية أو فيه شيء سوري مميز بهذا المهرجة هذا شيء كتير مهم أستاذ وليد خلينا نحكي اليوم عن أهمية طاقات الشبابية أهمية دعم وأعطاء الفرص اليوم بتقديم مشروعات السينما والأفلام القصيرة هو حقيقة كان قمة في العبقرية والإبداع نحكيه بصرع لأن السينما بدأت بفيلم قصير السينما بالعالم بدأت بفيلم قصير صامت وهو اليوم تخيل هو أنتج قبل 1900 واليوم يعد هو من أغلى الأفلام السينمائية في العالم أساس السينما هي الأفلام القصيرة اليوم لأن الفيلم القصير دائما يعتمد على شيء واقعي أدبي فلسفي فهو الصعوبة أنك أنت توصلي فكرة ممكن لابدأ أيام وابدأ شهور وابدأ حتى لفيلم لا يقل عن ساعة ونوص لتوصل لهذه الفكرة همشي أنه يلامس الواقع تمام أنت تقدري توصليها بثلت دقائق أو خمس دقائق أو عشر دقائق اللي هو فالفيلم القصير هو حالة أخرى ما في مخرج بالعالم ما بيعشق قصة أو ما بيقبل تحدي أنه يشتغل فيلم قصير هلا الفرصة اللي أغذينا الشباب بالمؤسسة العامة للسينما هي تلك من شوي مهمة واليوم هو أي واحد فيها يشتغل مع المؤسسة العامة للسينما فهو فخر لأنه نحكي نحن بتاريخ مؤسسة تمتلك تاريخ خرجت كبار الأسماء على مستوى مو بس سوريا على مستوى العالم فاليوم إذا رحنا باستكمال هذا الاتجاه أنا شايف اليوم بالتغييرات الأخيرة اللي حصلت في المؤسسة بالإدارة الجديدة أنه في فكر مهم والدليل على ذلك أنه اليوم إذا تمري أنت بأمام السينما اللي كانت مغلقة في دمشق بتشوفيها هي عم تتجدد عم تتطور ففي فكر لعروض اليوم نحن نعيش أيام السقافة السورية ذكرت تأسيس وزارة الثقافة يعني هذا الأسبوع كله هو عروض أفلام مجانية كل إنتاجات المؤسسة هي موجودة في كل صالات اللي موجودة في سوريا لذلك أنا أقول لك اليوم الشباب عم يغضوا فلسطهم فقط في المؤسسة العام بالسينما وأنا إذا بحكي لك شي عنا طاقات شبابية عنا إمكانيات عنا ناس تحسيها هي خلقانة وبتم معلقة سينما يعني بدم السينما فبالتالي اليوم هاي الإمكانيات بسوريا ما عم تلاقي مين يحتضنها أكتر غير قطاع واحد والقطاع العام لذلك ما في قطاع خاص أما بتشوفي برة هاد السوري بس يطلع لبرة بيكون عنده إبداع مقطع النظير أستاذ وليد اليوم الحديث يطول يعني وكل سؤال مثل ما قالنا بده وقت أطول حتى نقدر نضوي عليه بشكل أوسع نتشكر حضورك لليوم نتمنى بهمتك وهمت كل المخرجين والكتاب الارتقاء بالواقع السوري كان سينمائيا أو كان دراميا مثل ما قالت نحن عنا إمكانيات ولكن بحاجة إلى دعم بلشنا بلش هذا للملم جروحنا مثل ما بيقوله بلشت عملية الترمين بكل النواحي مشاء الله هيتمنشوف مستقبل حلو للكون شكرا للك أستاذ وليد والحضورك شكرا للك أستاذ وليد نتمنى عليك التوفيق دعم بقية نهار حلو للك